اشتركوا في القناة ويحب أسامة كراءة القصص حبا جمى وبخاصة قصة السندباد البحري والشاطر حسن وحكايات ألف ليلة وليلة وعقلة الإسبع وكان أسامة سعيدا جدا عندما عرف أن هذه القصص قد ترجمت إلى لغات عديدة ويقرأها كثير من أطفال العالم وحس إنه اكتشف شيئا جديدا عندما عرف أن عقلة الإسبع التي يحبها موجودة أيضا باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وأحب الأوقات عند أسامة هي تلك الأوقات التي يقرأ فيها قصة جميلة أو يؤلف لنفسه قصة بديعة أو يجلس ويفكر ويصبح في عالم الخيال ولديه أخت اسمها أماني وهي أصغر منه بسنة واحدة كانت دائما تقول له إن الحياة ليست كلها خيال في خيال عيش معنا في عالم الواقع يا أسامة وأسامة يرد ويقول لها إن الخيال شائق ولذيذ وأحيانا يتحقق مثل كرة الساحل البلورية التي كان يرى فيها ما يحدث في البلاد البعيدة أصبحت الآن موجودة في كل مكان على شكل التلفاز وبالشاطر حسن كان يطير ببساطة الريح المصحور والإنسان الآن يطير فعلا في الهواء ويصبح ويستعمل الطائرات والسواريخ وصفن الفضاء ومكوك الفضاء فتقول له أماني الخيال وحده لا يدفي لابد معه من العلم الغزير والعمل الكثير حتى يصبح حقيقة واقعية في يوم من الأيام كان أسامة جالسا في حديقة البيت وقد أزند ظهره إلى شجرة كبيرة خضراء وراح يفكر في الشاطر الحسن وعقلة الإسبع والبساط المصحور وخاتم سليمان وانتقل بتفكيره إلى أختي هالة التي تعيش مع زوجها علاء الدين المهندس في شركة بترول سيناء الذهبية وأسامة معجبا بعلاق الدين لأنه صافر إلى سيناء ليعملوا في أبار البترول ومعجب بأخته هالة لأنها صافرت مع زوجها علاء الدين للحياة بعيدا عن العاصمة ولكن أخته سعيدة بهذا لأنها تشترك مع زوجها في بناء مستقبل ومستقبل الوطن وكان أسامة شديد الرغبة في زيارتهم وقضاء أيام معهم في سيناء الجميلة لأنه لا ينسى الإسبوع الذي قضاه في العائم الماضي مع أخته في بيتهم البديع بالقرب من حقل البترول وكان أسامة سعيدة عندما يرى العمالة والمهندسين المصريون وهم يستخرجون الذهب الأسود من باطن الأرض واشتدت رغبة أسامة في أن يذهب إلى أخته وتخيل نفسه وهو يضغط على خاتم سليمان وإن الجيحة تحمله مع أخته وتضعهما فوق ظهر حمامة إلى بيت أختهما هالة في سيناء وبينما أسامة في خيالاته غلبه النوم فنامه واختلط الخيال بالأعلام وأحس بأن كل الشخصيات التي يحبها حوله قوية من الحمام الزاجل يغلب عليهم اللون الأسود فالتفتت أماني إلى أخيها وتقول أين نحن الآن يا أسامة؟ قال أسامة على ظهر حمامة قالت أماني ولكننا صغيران صغيران حتى أصغر من الحمامة فيقول لها أسامة هذا صحيح لأننا أصبحنا في حجم عقلة الإصبع فقالت أماني والهذا معقول؟ فيقول لها أسامة طبعا إن هذا خيال في خيال ولكنه خيال نذيذ قالت أماني أنت تعلم أنه خيال في خيال ومع ذلك أنت مصرور وسعيد؟ يقول لها أسامة نعم يا أماني والقبار أيضا عندما يشاهدون المصرحيات والأفلام والمسلسلات ويقرؤون القصص والروايات يكونون سعداه مع أنهم يعرفون أنها من خيال مؤلف ولكنه خيال يمكن أن يحدث يا أسامة فيقول لها أسامة يا أختي ماذا كنت تريد أن يصنع بنا المؤلف لنذهب إلى أختنا هالة وزوجها علاء ودينا في سيناء سرحت أماني ثم قالت له كنت أريد أن أنتقر إلى سيناء بصاروخ مثلا أو بطائرة قال أسامة هذا رأيك ولكن من حقي أن أحترم أراء الآخرين فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية فقال له أسامة أنظر يا أماني إن الحمامة تطير بنا فوق المزارع والحقول الخضراء وثم بتأت الصحراء برمالها واستمرت الحمامة تطير وتعبر بهم ورأى جبال البحر الأحمر وأخيرا ظهر الشاطئ البحر الأحمر بمياه الزرقاء قالت أماني إنه بحر جميل حقا ولكنني أشعر إنه مخيف فهو واسع واسع لا يظهر له أول ولا آخر وأخاف أن تطعب الحمامة فتقع بنا في البحر فقال لها أقرط الإسبع لا تخاف يا أماني إن الحمامة الزاجل حمام قوي وسريع يستطيع أن يطير أكثر من ستين كيلو مترا في الساعة وهو يعرف الطريق بشكل غريب ومدهش فكان قديما يستخدم في حمل الرسائل ولذلك كانوا يسمونه بحمامة المرسلة فلا تخافي واطمئني وبينما تطير بهم الحمامة فجأة قطعت أماني كلام أخوها وتقول له إنني أشعر بدوار شديد في رأسي امسك يا أسامة يدي فأمسك عقلة الإسبع يداها ولكن اختلت وازنها وانزلقت من فوق ظهر الحمامة وتعلقت بريشة واحدة في بطنها واستمرت الحمامة في الطيران وأماني تتعلق بريشة واحدة وحاول عقلة الإسبع أن يرفعها إلى ظهر الحمامة ولكنهما سقطوا إلى أسفل إلى أسفل إلى أسفل حتى وصلوا إلى أعماق البحار وبكده سنة خمسة احنا رجعنا على الفصل الأول تعالوا مع بعض إيه ده نحل كم سؤال عليه نشوفه إحنا تذكرنا حاجة من الشرح اللي تقال ولا لأ أول سؤال بيقولنا إيه أسامة تنميزهم في الصف الكام ويحب أسامة إيه نفتكر كده مع بعض أيوة تنميزهم في الصف الخامس ويحب أسامة قراءة القصص حبا جمع السؤال اللي بعديه بيقول إيه ما أحب الأوقات عند أسامة أيوة عندما يقرأ قصة أو يؤلف للنفس قصة أو يسبح ويفكر في عالم الخيال تمام جدا ممتازين سنة خمسة السؤال اللي بعده كيف يصبح الخيال حقيقة بحكتين نفتكر كده مع بعض بالعلم الغزير وإيه كمان والعمل الكثير تمام لماذا أعجب أسامة بأخته هالة لأنها صافرت مع زوجها علاء الدين بعيدا عن العاصمة لتشاركه في بناء مستقبل ومستقبل الوطن سؤال كمان ما المقصود بالزهب الأسود نحاول كده نفتكر والبترول ولماذا سميه بهذا الاسم لأنه إيه لأنه لونه أسود وغالث ثمنه مثل الزهب سؤال كمان ما صفات الحمام الزاجل أول صفة لإيه قوي وسريع ويستطيع أن يطير أكثر من ستين كيلو مترا في الساعة ناس واحدة ويعرف الطريقة بشكل غريب تمام جدا طيب سؤال كمان على القصة بما سميه الحمام الزاجل قديما ولماذا حمام المرسلة طب ليه لأنه كان يستخدم في حمل الرسائل جميل جدا طيب أذكر بعض الاختراعات التي كانت حيال وأصبحت اليوم حقيقة كرة الساحل باللورية دلوقتي بدأ على شكل إيه شكل تلفاز طيب وبصات الريح أصبح على شكل إيه طائرات وسواريخ وسفن وكده سنة خمسة إحنا شرحنا الجزء بتاع الفاصل الأول ورجعنا أسئلة بسيطة أنا عايز ألقاكم مرة أخرى فأسئلة أكتر وتشمل أكتر زيالك وإلى لقاء في الجزء الثاني للفاصل الأول